أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بلغ نحو مليون نازح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن محافظة رفح أصبحت الآن ملجأا رئيسيا للنازحين حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني في منطقة مقتضى للغاية في أعقاب تكثيف الأعمال العادئية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي